اشتركوا في القناة ألا تسامح أخاك؟ إنه لم يقصد لكن يا أبي ألا تعلم أن النبي صلى الله عليه وسلم سامح أهل مكة وعفى عنهم يوم أن فتح مكة بالرغم من أنهم طاردوه في بداية الإسلام وعذب المسلمين صلى الله عليه وسلم لا بأس لقد سامحتك يا عمر مثلما فعل النبي صلى الله عليه وسلم بأهل مكة أنت أخي الحبيب وهذه لعبة جديدة بدلا من التي تكسرت ترجمة نانسي قنقر ترجمة نانسي قنقر ترجمة نانسي قنقر